مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي أحكي عن السبت 3 نيسان أبريل يوم الأمر مرافقنا من برش الجدي يعني عم بشكل مربع مع الشمس صار في عنا مربع بين الأمر والشمس رح يترك تأثير على مواليد برش السرطان وأيضا على مواليد برش الميزان طبعا يمكن تتأثر كمان مواليد برش الدلو فكيف بدي يكون نهارنا البداية مع برش الحمل مواليد برش الحمل بسبب وجود هالمربع بأعلى نقطة عندك بالدائرة الفلاكية في احتمال أنه اليوم مواليد برش الحمل يكون في عندهم صحيح طاقتهم كتير كبيرة لكن في حماسة يمكن تكون فائدة نتفي وبحاجة إلى بعض التلطيف فينا نقول أو حتى دروها نتفي شوي زيادة يلي عنده الشغل الشغل رح بيكون كتير مهم يلي عنده بعض الأمور العائلية رح بيكون في عندهم بعض الأصص العائلية المطلبة فكونوا منتبهين تبقى المواليد الأكثر حظا اليوم 5-6 وأيضا 7 نيسان أبريل بالنسبة لبرش الثور اليوم مواليد بوش الثور بيرتاحوا مرع عليهم فعلا ضغوط كتير كبيرة بعتقد من أول أسبوع حتى من أحد الماضي فالجو اليوم هو أول يوم بترتاحوا فيه فاخدوا نفس عميه ارتاحوا انبسطوا فارفحوا جو بيساعدكم وجو بيعطيكم ورح يقدم لكم أكثر مما أنتوا بدكم فأجوائكم لطيفة جميلة مناسبة لحتى تعودوا عن كل شيء ما قدرتوا لحقتوا تشتغلوا في خلال الأسبوع على أكثر حظا كلكن محظوظين حتى مواليد 29 و30 نيسان أبريل بتلع لهم فرصة يحسنوا أوضاعهم بنت إلا برش الثورة اليوم مواليد برش الثورة مرتاحين على أوضاعهم أكثر من يومي الخميس والجمعة يعني أول يومين بالشهر كانوا شوي تقال فهلا أنتوا نوعا ما ماشيين بطريقة أفضل سلسة أكثر مرتاحة أكثر ودخلتوا بالجو الإيجابي لشهر نيسان أبريل فأجوائكم ممتازة لا داعي لحتى تفكروا أنه الجو معاكس أبدا ما أنه معاكس للكم بديتا لكن لأنه كوكب المريخ بعده موجود ببرشكم كونوا حذرين من السرعة من التهور من المشاكل ما تعرضوا حالكم مواليد 7-8 زيران ننتقل لبرش السرطان مواليد برش السرطان مثل ما قلت بالمقدمة اليوم الجو عند مواليد برش السرطان متقلب ما أنه هالأدى سهل ما أنه هالأدى رايب فبتحسوا أنه في قصص شوية قيلة حواليكم فحاولوا تتابعوا بهدوء وبموضوعية بموضوعية تامية لحتى ما تزيدوا وما تعقدوا فقط عندئذن بمشي الحال وفقط عندئذن بتلاقيوا حالكم مرتحين وأموركم ماشي مثل ما لازم فمواليد برش السرطان طولوا بالكم لسيما مواليد 19 و 20 تموز يولو ننتقل لبرش الأسد اليوم مواليد برش الأسد صحيح ما فيه مثلت فلكي ناري معكم لكن الجو الجو بعده حلو كتير عنا فينس عم بيدعمكم عنا الشمس دعمتكم عنا جوبيتر دعمكم فأجوائكم بعده ماشي بطريقة حلوة وعلى زاوكم لا يوجد أي سبب لتكونوا مزعوجين أو لتكونوا مدايقين أو لتكونوا عتلينين هام فأجوائكم أنا بعتبرها مهمة وقوية ومعكم وكملوا فيها وكملوا فيها لكن نهاركم طويل نهاركم طويل نهار سبت تكل الناس أكتريتها لوكداون أكتريت العالم لكن اليوم بطلع لكم شغل من وين بطلع لكم شغل؟ فيه شغل فأحضروا حالكم وما تنزعجوا من حدا خاصة موليد 3 و 4 أب أغسطس كمل مع بوشة العذراء اليوم موليد بوشة العذراء أجوائهم جميلة وحلوة وفيها غنج وفيها دلل دلع فيها حضن لقلكم وفيها تعاطف معكم بعتبر هذا اليوم من الأيام الإيجابية الأيام يلي تهديكن إشياء وأخبار ونتائج حلوة وبتعود عن زعل أو عن خسارة أو عن تأخير من الأيام يلي بتكرمكن في هذا الشهر خاصة بالجزء الأول منه فاستفيدوا منه كلكم محظوظين اليوم شكل خاص 1-2-19-20 سبتمبر بنتائج إلى بوشة الميزان بالنسبة لمواليد بوشة الميزان الجو اليوم عند مواليد بوشة الميزان متقلب متقلب منه من الأيام الرائعة بسبب المربع بين الأمر والشمس ومعكسة الشمس لألكم هذا يعني أنه فيه احتمال أنه أحسن شيء بتعملوا من الآخر مواليد بوشة الميزان عدوا عقلين عدوا ومبسطوا وما تعلقوا على شيء لحتى هيدا نهار يمرق مرور الكرام لأنه بعد فيه نهار أحد فهلا شوفوا بالتفاصيل من الآخر عدوا عقلين ما تردوا أحدا لأنه مئة كلمة بتسمعوا أو مئة شغلة بتمروا قدامكم إذا بيكونوا تعلقوا على كل شير دي ووير دي ما بتتهنوا بهيدا نهار نهار طويل من أول ولا آخر وإن كنتوا تعبنين كنتوا نعسقنين ما عم يطلع بيكون شغل كله كنت طولوا بيكون ما تعملوا مشكل وهذا الجو مكمل الأحد فانتبهوا بنتقل لبورش العقرب اليوم مواليد بورش العقرب نهارون حلو وأخيرا مواليد بورش العقرب بيحسوا حالون أنه فعلا عم يتقدموا وهذا الأسبوع ساعدكم كتير وهلا عم بيساعدكم بعد أكتر وأكتر يعني اليوم السبت تأثيراته أحلى برأيي من الخميس والجمعة أقوى أنجح فعالة أكتر ومؤثرة أكتر ودعمة أكتر 100% اليوم مواليد بورش العقرب الكلمات اللي بتحكوها الأصص اللي بتعملوها جميلة جدا 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 وإنتوا تقدروا توصلوا بكلمة للي بدكنيه بكلمة للي بدكنيه بمبادرة صغيرة بمستكول بإيميل اليوم نهار رائع لحتى تسبتوا حالكم لحتى تحكوا لحتى توضحوا أفكاركم لحتى تشيلوا أي التباس ما في أقوى منكم كلكم أقوية اليوم بنتقل لبورش القوس اليوم مواليد بورش القوس مع وجود الأمر في بيت المال المعنويات بعدها عالي بعدها المعنويات عالي عند مواليد بورش القوس وبعدكم من الأبراج المهمة جدا وبعدكم من الأبراج اللي ما في شي بيوقف بدربة وبعدكم من الأبراج اللي قادرة تتخطأ الكثير والكثير مش بس شوي فمواليد بورش القوس اليوم أنتم ناشحين حضروا حالكم يأما عنكم شيء بكون تنسألوا على السوق بكون تراجعوا بعض الحسابات يأما في عنكم بعض المكالمات يلي هي رح تعطيكم النتيجة يلي أنتوا بتكونيها في ربح تربحوا تتقدموا وبتنتصروا إذا بتطولوا بيلكون الأكثر حظا فيها تكون مواليد 7-8 ديسمبر تكمل مع بوش الشدي ومع وجود الأمر ببوشكن اليوم مواليد بوش الشدي من أقوى الأبراج وأكثرها قدرة على السيطرة بتسيطروا بداية لمسألة أنتوا عم بتدوروا عليها يمكن مسألة بتخص حدا من أهلكون حدا من قريبينكن أو شيء اللي علاقة بالبيت بالمنزل بحد ذاته يمكن قضية سفر هجرة سفر عادي يمكن قصة زواج مثلا فاليوم أولي بوش الشدي من الأبراج القوية جدا يلي قادرة تعمل اللي بدايها اللي بدايها وإذا ناطرين جواب صلكون من أول الأسبوع وبعد ما وصلكون بين اليوم وبكرة بتحصلوا على جوابكن بنتي إلا بوش الدلو اليوم مواليد بوش الدلو نهار ضعيف وبطيء وأنا نبهتكن باليومين السابقين إنه ما تنطروا لا سبتوا الأحد فاليوم نهار بطيء يسمح ويشجع أصلا مواليد بوش الدلو إنه يعدوا عقلين يبعدوا عن القصص الصعبي وما يتدخلوا بشؤون ما بتخصوا ما لهم علاقة فيها فمواليد بوش الدلو اليوم الأجواء عنكن بتقول ارتاحوا ما تحملوا على حالكن أمور صعبة بيكون تنطروا لمطلع الأسبوع المقبل لحتى يوصل أمار لبوشكم من هلأ إلى وقت بيكون ترتاحوا إذا استعجلتوا إذا عجلتوا حدا معقول تطلع سلتكم فادي وتطلعون تلك الخسرانين بتقولوا يا ريت نطرنا تبهوا من المجازفات مش وقتا خاصة 31 كانوني 2 يناير و1 شباط فبراير أنتم الأقل حظا ما تجيزفوا كمل مع بوش الحوت اليوم عند مواليد بوش الحوت انهارون سريع ناشيط حلو مهم داعم مدعم بالأصدقاء مدعم بالاتصالات مدعم بالضحك مدعم بالتجاوب معكن فالأجواء اليوم تسمح لمواليد بوش الحوت أن يكونوا عم يتفاعلوا مع كل محيطهم بطريقة حلوة وبطريقة مناسبة وبطريقة بناءة جدا مواليد بوش الحوت ما في حدا اليوم بقدر يقول أنه أنتو لحالكن نصيحة ما تكونوا لحالكن طلبوا طلبوا مساعدة طلبوا رأي تألفنوا تصلوا تواصلوا وإذا بدكن شي طلبوا المساعدة ما تستحوا نهار ممتاز أيضا حتى أنتو تتفاعلوا وتساعدوا غيركم الأنشط الماء بيهدى 17 و18 أذار مارس بختم مع مولود اليوم قالوا لمولود اليوم أنه بانتظاره سنة سنة تقيلة ومهمة سنة يمكن أكثر التأثيرات عليها هي تأثيرات العلاقة بموقع أمهم يلا هو يما زواج يما انتقال العمل الجديد يما مسألة مهنية وعائلية هذه السنة مرتبة جدا بتساعدكم تأثيرات من كوكب السهرة يلي بتحملكون نوع من نجاح ونوع من تفاعل حلو عاطفي وميدي نيسين أبريل أيار مايو أيضا شهر حزيران يونيو أب أغسطس وديسمبر أنا بعتبره من أفضل الأشهر مع أنه كل هيدا السنة أنا بعتبرها ممتازي ما تنسوا كوكب السهرة باقي معكن من أول السنة لآخرة وهيدا السنة رح بتتمهدوا فيها لبعد سنتين من هلأ لبعد سنتين من هلأ هيدا كانت الأبراج لليوم السابت بدأتمنى لكم يوم سعيد إلى اللقاء باي باي